أهلاً بسيادتك وأستاذ المشاهدين بالاعتماد على القانون جديد من البداية والله ما فيش شك هو أنا عايز بس أوضح أن النسب الموجودة للطلاق هي موجودة لكن ما يجب النسب المبالغ فيها اللي تم إعلانها اللي تم إعلان النسب تم إعلانها على أساس احتساب النسبة للسنوات السابقة واحتسابها على سنة واحدة فهي اللي قدت إلى أن فيه أرقام هي أرقام غير حقيقة لكن هي النسب طبقاً لما أعلنه معالي وزير العدل هي نسب في النسب العادية لكن إحنا الهدف إن إحنا بنحاول إن إحنا نقضي على هذه النسب لإن إحنا بصدد جمهورية جديدة فإحنا بنحاول إن نحافظ على التماسك المجتمعي وعلى الأسرة المصرية الأسرة المصرية هي النوات الصلبة للمجتمع للمجتمع المصري عشان كده مشكلات ما بعدها الطلاق وحتى من العلوان إن بعد الطلاق بتحدث مشكلات خاصة بالنفقة والطاعة والكد والسعي فإحنا الأول بنشوف إيه سبب بنحط إيدينا على سبب حقوق حدوث السبب الأساسي لخلق هذه المشكلات فبنشوف الأول الطلاق بنحاول نحد الأول من ظاهرة الطلاق على سن إحنا تبقى هذه الظاهرة تبقى بنسب ضعيفة جداً عشان تقدر تحافظ على التماسك المجتمع المصري الطلاق ليه أسباب فيه أسباب اقتصادية فيه أسباب اجتماعية فيه أسباب مادية وليه أضرار أضرار نفسية على الأسرة وعلى الأطفال طيب إيه اللي بيبقى موجود بعد هذه الأضرار بيبقى موجود فيه مشاكل في النفقة أنت عارف سيادتك أن الأسف يعني الزوجة بتاخد وقت طول عشان تعصل على حكم بالنفقة الوقت ده أنا عايز أحافظ على الأسرة على الزوجة وعلى الأطفال اللي في الأخير هم إيه أسرة مصرية طيب إزاي أنا بنطالب أن تمتد برامج الحماية عشان تشمل الأسرة لحين إيجاد مصدر دخل تعيش منه الأسرة لأنه ممكن خلال فترة نشوف خلافات زوجية ممكن فيه أسرة ما عندهاش أي دخل مادي هتعيش إزاي؟ يبقى إزا أنا لازم أن أنا أتدخل عشان أحافظ على هذه الأسرة برضو بنطالب أن يبقى فيه سرعة في تنفيذ الأحكام وبنطالب برضو أن ده عقد موسوق في ميساق غليز لعقد الأسرة المصرية فإحنا بنطالب برضو أن الأسرة الزوج والزوجة أن هم يحفظوا على الأولاد وعلى الأطفال حتى في حالة الخلافات أثناء وجود خلافات أيضا بجنب المطالبات كان فيه رأي أن إحنا أو في وسط الجلسة كان فيه بعض الأراء على فكرة أن إحنا يا جماعة دايماً ليه بنتكلم في حق المرأة بس في حق الزوجة بس إنما الزوج أو الجانب الآخر برضو ليه جانب الحقوق عنده مشكلات كبيرة عنده مشكلة الرؤية بتناقص عايش عدد كبير من الأباء في مصر فإحنا محتاجين حلول لده فعايزين قانون يشمل المساواة بين طرفي الخلاف شوف أنا أقول لي سيادتك إحنا الأول ناقشنا بعض الملفات من القانون الوصيع على المال واللي وجه السياد الرئيس بحالة هذا الأمر لبرلمان عشان نوجد الحلول النهاردة بنناقش إيه؟ بنناقش الطاعة وبنناقش الكاد والسعاية وبنناقش النفقة فهيبقى فيه جلسات لمناقشة هذا الأمر لكن عايز أؤكد على كلام سيادتك إن إحنا النهاردة الغرض من الحوار الوطني هو المحافظة على الأسرة المصرية لا ننحزل طرف على حساب طرف لكن فيه حقوق لأن المرأة هي الطرف اللي موجود لها ما تستطيعش إن هي تحصل أو تعمل لكن الرجل يستطيع إن هو يعمل في جميع المجالات ولطبيعة كينونة المرأة فأنت بتحافظ على إن المرأة يبقى لها دك وده ده حق الشرع هو اللي قال إن الراجل هو المسؤول عن الانفاق عن الزوجة وعن الأطفال فبيحصل شعور أو تولد عند بعض الأفراد إن النهاردة الجلسات كلها لصالح المرأة لا بالعكس لكن هو الراجل هو ربنا خلو عشان هو اللي له الحق فيه أو الواجب فيه إن هو يصرف على الزوجة وعلى الأطفال ده حق أصيل واجب على الراجل فإذن أنت أنا بتحافظ على الأسرة جميعا عشان كده بقول لستاتك إحنا نقشنا الأول الأسباب اللي تؤدي إلى إيه الطلاق وقلت الأول اللي النسب الموجودة هي النسب الطبيعية لكإننا بنحاول نحد من هذه النسبة مش تبقى نسب ضئيلة جدا عشان نحافظ على الأسرة المصرية إذن هيتم مناقشة ما متعلق بالمشكلات الموجودة في الرؤية وما شابه ذلك فيه جلسات قادمة إن شاء الله لو أنت النهاردة نشر الوعي واللي أشاد به كل المسؤولين وعلى رسولهم رئيس الدول أشاد بضرورة نشر الوعي من المجتمع المصري أنت بالوعي بالثقافة هتحل نسبة كبيرة جدا مش مشاكل الأسرة وبس لا مشاكل الموجودة في المجتمع المصري إذن التوعية 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 ونشر الوعي داخل المجتمع المصري هو الحق الأصيل والطريق الوحيد اللي أنت تتحل به جميع الإشكاليات أو جميع المشاكل الموجودة مش مشاكل الأسرة وبس لا جميع المشاكل الموجودة في المجتمع المصري إذن علينا جميعا وأنا عايز أؤكد أن التوعية لاست مسؤولية الدولة الوحدة لا مسؤوليتنا جميعا الإعلام النقابات المجتمع المدني الإعلاميين كل جميع أفراد المجتمع مسؤولين عن نشر التوعية داخل المجتمع المصر